بسم الله الرحمن الرحيم لا زلنا في الحديث عن صفة الوضوء وقد سبق أن بينا طرفا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء ويمكن أن نبين صفة الوضوء في ضوء هذه الأحاديث على النحو التالي أولا وجود الماء الطهور ثانيا أن يسمي فيقول بسم الله وهذه السنة إن جاء بها فهو أكمل وأتبع للسنة وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه على ما ذهب إليه الجمهور وعند الحنابلة أنها تجب مع الذكر إذا ذكر الإنسان التسمية في بداية الوضوء فإنها تجب عليه وتسقط من نسيان ثالثا النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والأحاديث لم تذكر التسمية على الوضوء كما لم تذكر النية لأن رواة الأحاديث يصفون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصفون قوله رابعا بدء الوضوء بغسر الكفين ثلاثا ومن هذا نستنتج أو نتوصل إلى أمور الأول سنية غسر الكفين ثلاثا ولو لم يكن قائما من نوم لأن اليدين مظنت الغبار والوسخ وغير ذلك فالسنية تشمل من قام من نوم ومن لم يقم من نوم إذا أراد الوضوء وأيضا فيه دليل على أنه لا علاقة للوضوء بالاستنجاء فمن أراد الوضوء فلا يشترط ولا يشرع له أن يغسل قبله ودبره إلا لحاجة مثل من به سلس بول ونحو ذلك وفيه بيان استحباب التثليث في الوضوء بمعنى أن يغسل كل عضو ثلاث مرات هذا والله أعلم